السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفتنا علينا هاليوم قغانتا بالبطاطا و البصل هاد القغانتا صدقوني البنة تاعو هيلا يعني مالقري ما فيه لاصوس بيش عمال ما فيه الحم ما فيه هجاج ما فيه حوت بصح البنة تاعو هيلا يعني مقادير بسيطة راكم حت حصلوا على طبق بنين و قبل ما نروحوا الوصفة احبت نقولكم اللي احبتوا تنضموا الانستغرام و تشوفوا تقريبا كامل فيديوهاتي ملخصها في دقيقة هاوليك الانستغرام و نروحو ذوك و نشوفوا مقادير الوصفة و طريقة تحذيرها لهاد الوصفة جبت مقلة درت فيها زج مغارف كبار تاع الزيت و بعد جبت ثلاثة حبات تاع بصل جاين شوية كبار قطعتهم هكا شرائح و نبدأ نقلي في هاد البصل غير نشوفوا هكا بداية ذبال نزيد له مغرفة صغيرة تاع زبدة ولا مارغارين و زوج فصوص تاع التوم نقلي مليحة الابصل والتوم و دايما النار ديروها النار تكون متوسطة يعني رايحة للقليلة يعني نار هادئة نبقى غير نقلي فيهم مرة على مرة نحرك المقلة حتى هاد البصل يتكرمل لازم يقول لكم هكا كما نعرفوا البصل كيتكرمل يجي بزاف بنين هنا خلاص نطفي على المقلة اوليك البصل تاعي بعد ما تكرمل اللي ديرتلوغيه شوية تاع الملح و عندي هنا بطاطا اللي كنت قطعتها دوائر و قليتها و جبت شوية تاع جبن مع دنوز و ثلاثة حبات تاع البيض رشة ملح و فلفل لكحل و نحتاجوا لكخان فخاش يعني هاد لكخان فخاش طياب مشي تاع القادو نجبته هنا هاد المول اللي كنت دهنتو بشوية تاع الزبدة و بعد نحط طبقة تاع البطاطا و نستفها بهات الشكل و بعد نشد البصل و ندير طبقة يعني تكون مليحة هنا على بالي رح تقولوك شغل غاتا بالبطاطا والبصل برك رح يجي صامت انا و قولكم صدقوني يجيبنين و نعجبني يخل من اللقاتين يكون بالجاج نحط هكا طبقة تكون مليحة على البصل لازم نغطي كامل البطاطا و هناكي موقت لكم البصل تاعكم لازم تكرم ملوح لو كان ما يوليش لونه هكا سيبقى يجي صامت يجي فيه رحة عيانة هناكي درت طبقة تاع البصل جبت جبن يكون طريق قطعته مرباعات و نحط هكا طبقة و بعد نزيد ندير بطاطا و هنا البصل تاعكم قبل ما تحطوه قطروه مليح من هديك الزبدة و الزيت باش لكي درت طبقة تاع البطاطا نكمل البصل اللي بقالين نحطوه كامل أنا هنا درت زوج طبقات تاع بصل كما تحبوه نحط هاد الكميه كامل و بعد نزيد ندير طبقات اعجبن و نحط هاد الكميه كامل نحط فيه المعد النص اللي كنت قطعته رقيق و رقيق و بعد نزيد طبقة تاع بطاطا و بعد جبت هاد الكميه نحط فيه المعد النص اللي كنت قطعته رقيق و نزيد كاس تاع لك خانف خاش أنا هنستعمل إلا كما قلت لكم تاع طياب كاين بزاف يقولوا لي معليش نستعمل إلا القرعان اللي جاية غاز لونها أنا نقول لكم بالغاز بتاع القعطو وهندي الزرقة تاع طياب ندي كاس و دايما الحجم تاع الكاس هو ميتين وعشرين ميلي لتر ميتين و بعد نزيد نكسر عليهم 3 حبات تاع البيض هنا البيض يكون على حسب الحجم تاع المو اللي درتوه إلا كان كبير بزاف ديروه 4 حبات و إذا كان صغير يرزوج حبات و إذا كان متوسط كما أنا 3 حبات حطيت البيض و بعد نزيد رشة ملح و شوية فلكحل و نزيد رشة ملح و نضرب رشة ملح كما شفتوني في هذا الطبق ما درتش لاصوس بي شامل يعني خدمتو بلاك خانف خاش بش يجيني خفيف خير و إذا حبيتو تديروه بلاك خانف خاش يجي ببنين و يجي خفيف و ما يقهمش خير أنا بعد ما خلطتهم ملح نفرغ هاد الخالط كامل لفوق نضرب ملح لك يحبط شوية لتحته و يبقى لي ثاني شوية للفوق هنا تحبو تزيدو تزيدو تسكرفجو من فوق فخوماش غابي تقدرو أنا باش طبقي يكون اقتصادي حبست هنا مزيت لو و وعلو دخلت الفرن من قبل كي بديت ندير في المونتج البطاطا والبصل والجبن كنت شعلت الفرن على درجة حرارة ميتين درجة نشعله من تحته وبعد غير نحس هذا كل بيض بداي نشوف نشعله من فوقه نحمره غير شوية ونطفي عليه سوف نقسمه قدامكم ها هي الريحة تشاهي جا بزا في بنين مام جايبين نشد ونروحوا بصح ماشي ناشف دايما نعرفوه لك خانف خاش في الأطباق تاعنا ما تخليش طبق يجي ناشف شوفو هناك قسمته قدامكم جامع السل وبنين ومكفشرة وشاهي وجبة صيفية توجدوها بالخف وصغطة وحدك تكون عاملة ولا ما تدخلوش بكري الكوزينة يعني هدا وش يسلك وجبة ليه ليه وهنا زي تقسمته لكم بالفرشيطة بزافة أخوات يقولولي لازم تقسميه قدامنا باش نشوفوه كيفاش يجي ها وليك قسمته قدامكم جامع السل وبنين وكي ما قلت لكم سهل التحضير يعني قادرين هكا توجدوه مع تديرو عاصر بتاع الخو خلتاني كتارين وجبة كاملة وصلنا ذوكا نهاية وصفتنا لنا هاليوم اللي انتمنا انها تكون عجبتكم واذا اعجبتكم الوصفة متنسوش تديرو ليجام وتبرتجوها مع الاصديقاء ودوكا مبقى ليغنقو لكم تهلو في روحكم ونتلاقاوا ان شاء الله في وصفات أخرى عن قارب مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة